احياء الفنان محمد حمائي حفل جماهير ضخم وسط حضور كبير من جمهور السعود مساء امسا محمد حمائي جمهور السعود الغالي معنا في مهرجان جيتكس الموسيقي يوم 10 مارس في جدة سوبردوم الزماء المهرجان في 2020 نفي جدة وتواجد به وقتها عدد كبير من نجوم الموسيقى منهم تامر حصني والنجم الامريكي اكون وغيرهم في اثناء الحفل تفاجأ الفنان محمد حمائي بهجوم احد من المعجبين عليه وطلع على خشبة المسرح قام بيقافه عدد من رجال الامن ولكن الفنان محمد حمائي سمح له بالصعود وعلى الفور قام المعجب بحضن الفنان محمد حمائي وسلم عليه ولننسى ان الفنان محمد حمائي كان على علاقة عاطفية من فتاة خارج الوسط الفني استمرت سمهين سنوات لكنها تخلت عنه وتزوجت من رجل اخر بسبب احوال المادية في 2011 تزوج محمد حمائي من السيدة نهلة الجرحي لكنهم انفصلوا في عام 2014 عينت بعدها من ازمة نفسية حدة بالاضافة لوفاة والده بنفس العم وبعد فترة عادة لزوجته من جديد ووجه لها الشكر في نهاية كليبو مبالش وانجبت زوجته في عام 2017 ابنتهم الوحيدة فتاة حمائي لازمة صحية كبيرة في عام 2011 دخلا على اصرها العناية المركزة اصر اصابته بازمة قلبية وخضعها لعمليتين في القلب اما الان في الفن المحمد حمائي يحظى بملايين من المتابعين وجمهوره في الوطن العربي ومصر ترجمة نانسي قنقر